عاماني لم ينجح خلالهما محمد صلاح في التتويج باللقب قبل أن يعود من جديد لحصد هذا اللقب الفردي بعد تألقه الكبير خلال الفترة الماضية مع نادي ليفربول في الدور الإنجليزي بعد موسم صعب خاضه محمد صلاح رفقة نادي ليفربول في ظل غياب العناصر المميزة في صفوف الفريق والخروج بأقل الخسائر من الموسم بدأ صلاح يعود إلى وضعه الطبيعي في الموسم الحالي تألق محمد صلاح بشكل كبير منذ اللحظات الأولى للموسم الحالي وعاد للمنافسة على لقب هداف الدور الإنجليزي وساهم في تحقيق ليفربول للعديد من الانتصارات الكبيرة خلال الفترة الماضية في المباراة الأخيرة لنادي ليفربول أمام نادي برايتون نجح محمد صلاح في قيادة الردز لتحقيق الفوز بثنائية نظيفة سجلها بنفسه بعدما احتفظ بمكانه على رأس قائمة مسدد رقلات الترجيح في المباريات محمد صلاح توج أخيرا بجائزة فردية غابت عنه على مدار عامين ماضيين مع نادي ليفربول في ظل الظروف الصعبة التي عاشها مع الفريق خلال الموسم الماضي في البطولة المحلية 48 ساعة فقط بعد التألق الكبير في مباراة برايتون كانت كافية ليتوج محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر عن شهر سبتمبر في بطولة الدور الإنجليزي الممتاز والتي تمنح لللاعبين بتصويت الجماهير ستة منافسين نجح محمد صلاح في التفوق عليهم خلال هذا الصراع على لقب جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر وذلك في ظل تألق عدد من اللاعبين خلال هذه الفترة في البطولة الإنجليزية على رأس هذه الأسماء يأتي أولي واتكنز لاعب أستون فيلا والكوري الجنوبي سون هيونج مين مع توتنهام والأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم منشستر سيتي وكيران تريبير لاعب نيو كاسل وبيدرو نيتو لاعب وولفر هامتون وجارود بوين لاعب وستهام يونيتد بينما غاب العملاق النرويجي إيرلينغ هالند محمد صلاح نجح في التتويج بجائزة لاعب الشهر في البريمير ليج أربع مرات سابقة وذلك منذ الانضمام إلى صفوف ليفربول وكانت المرة الأولى في أول مواسمه في 2017 ثم في فبراير ومارس 2018 ثم في أكتوبر 2021 على مدار الشهر الماضي مع نادي ليفربول لعب محمد صلاح أربع مباريات في البريمير ليج سجل خلالهم هدفين أمام أستون فيلا وويستهام في مواجهتين شهيدة الانتصار للريدز كما نجح أيضا في صناعة ثنائية أخرى في انتصار الفريق على وولفر هامتون في مباراة صعبة الخسارة أمام نادي توتنهام كذلك شهدت إلغاء هدف صحيح للويس دياز والذي كان من صناعة محمد صلاح وهو ما اعترف به الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقام بمعاقبة حكام الفار في هذه المباراة حتى الآن سجل محمد صلاح سبعة أهداف في البريمير ليج ليكون الثاني في سباق هداف البطولة خلف النرويجي إيرلينغ هالند صاحب التسعة أهداف كما سجل صلاح هدفا في الدور الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر